اذا مشابهنا الكرام مرحبا بكم في مباشر جديد دائما من مدينة سان بيدرو وملكو ديفوار واخر تطورات القامل اليوم كينا مقابلة كبيرة دي للمنتخب المصري امام الكونغو مقابلة مشي سهلة سوى المنتخب المصري او منتخب كونغو منتخب المصري اللي يعوج بنجوم كبيرة واللي اكيد هو هنا من اجل دفر باللاقب معايا صحفي اخي وصديقي محمود العجازي واللي يتكلمنا ما قبل المقابلة على حدود منتخب المصري وكيف كيشوف المقابلة اللي غادي تشمع المتخب المصري بعد قليل امام منتخب الكونغو محمود العجازي مرحبا بيك ارحب بك الاول وكل مشاهديك في المغرب وفي كل الوطن العربي عاز اقول لك ان المباراة تاعت النهاردة مش مباراة سهلة خالص لان اللي انا شفت في البطولة الفترة الاخيرة مفيش مباراة سهلة بطولة افريقيا تغيرت مش هي اللي كنا بن لعبها من 10 سنين ومن 15 سنة البطولة السنة دي صعبة جدا ولكن المباراة النهاردة منتخب مصري نازل بعنوان اكون او لا اكون وكمان منتخب مصري فيه غيابات كتير جدا افضل لعب منتخب مصري جوب مصاب اللي هو امام عشور طبعا محمد صلاح ميشي لانه مصاب ولو وصلنا للنهاء ان شاء الله يرجع وان شاء الله انا بتوقع ان احنا وانتوا في النهائي بإذن الله طريقنا غير بعض مش هنقابل بعض غير في النهائي ولكن مباراة صعبة جدا اتمنى ان منتخب مصري ينزل مركز التركيز والروح دي اهم حاجة بالنسبة لي مش الجودة مش الجودة خالص اللي بتحسم الامور هنا في افريقيا التركيز والروح دي اهم حاجة بالنسبة لي اكيد محمود احنا الى ارجعنا للمقابلة دي يعني شفنا العديد من المفاجآت في البطولة دي اكيد مفاجآت كبيرة جدا منتخبات كبيرة بتطلع غانا جزائر تونس منتخبات كبيرة بتطلع من البطولة ولكن اللي مش هقول افريقيا لا يا جواها افريقيا محتاجة تركيز وروح فقط مش محتاجة جودة مقابلة اللي خاد المنتخب الوطني المغريبي دي انا امام متخب كونجو يعني المنتخب كونجو بان واحد الطارة وبدانية يعني ممقترش عليه الرطوبة ممقترش عليه الجو كيفش كتشوف غدي تدوز المقابلة امام متخب مصري انا حضرت مباراة المغرب والكونجو بالمناسبة ولكن المباركة ملعوبة في توقيت غريب الساعة 2 الظهر ده في صالح كل الافاركة مش في صالح نحن كما تيجي تشوف لعبة منتخب المغرب بلعبه فين 90% ان لم يكن 100% بلعبه محترفين برا متعودين على اجواء البردة متعودين على الاجواء بتاعة كرة القدم لما تيجي تلعبهم الساعة 2 الظهر فيهم ولكن على العكس تماما نص لعبة منتخب مصر ان لم يكن الاكتر بلعبه في افريقيا فهتلعبنا الظهر هتلعبنا العصر ان شاء الله احنا موجودين وزي ما قلت لك المباراة دي تكسب ولا تلعب انا هم حاجة اخذ المطلوب من المباراة انا مش عايز اطلع خمسة واربعة والكلام اللي كنا بنشوفه ايام ابو تريكا ده انا مش عايز انا عايز اصعد بس مش عايز اكتر من كده ان شاء الله النهار ده احنا تلعب الساعة 8 بالليل اجواء عظيمة جدا اجواء كرة قدم ان شاء الله ده يكون في صالحنا وما يكونش في صالح الكنغو الكنغو عندها يعني عندها الروح وعندها اليوقة البدنية كبيرة جدا ولكن هنتغلب على ده ان شاء الله بالروح بإذن الله غياب محمد صلاح النجم الاول المتخب المصري كيفاش كتشوفهش ما يتشارش على الفريق خطصا ان دي مقابلة يعني مقابلة احنا بزي ما نقول مصرية لو ربيحك يعني غادي تمشيل الدور المقابل وإلا خسرت غادي تمشيل البلاد قد نقولك ان محمد صلاح لعب كبير من اهم اللاعب اللي موجودة في العالم مش بس في الوطن العربي غيابه مؤثر كتير جدا على منتخب مصر ولكن احنا تعودنا في منتخب مصر ان في 11 راجل في الملعب احنا مش اسماء احنا منتخب بيمس البلد في 11 راجل نفسين التشيرت ده هينزيلوا يقضوا بروح ويقضوا بركولة علشان بيلعبوا باسم بلدهم ويشرفوا وارفعوا اسم بلدهم فوق بإذن الله ان شاء الله اكيد غادي نبغي نفشي معاكل منتخبنا الوطن المغربي كيفاش كتشوفوا المقابلات اللي اخداها كيفاش كتشوف احنا الخصوصة الدور الاول من رهنها الحمدلله بالسلام كيفاش كتشوف مقابلها من جنوب ابراقيا المنتخب المغريبي كمان المنتخب المغريبي هو المنتخب العربي او الشمال افريق الوحيد اللي يتأهل اول مجموعة ودي حاجة تحسب له في ظل الظروف اللي احنا بنشوفها والمنتخبات اللي احنا بنشوفها مصر باسمها بتاريخها بتتأهل كاني بتلات نقط من تلات عادلات فده تحسب لمنتخب المغرب وخصوصا انه هو اكتر منتخب في البطولة علي ضغط هو والسنغال السنغال جاي لك بطل افريقيا المغرب جاي ربع العالم فانا جاي علي ضغط ولكن ده ما فرقش مع منتخب المغرب نزل لعب برجولة لعبها ده كويس امتع اتعاد المباراة مقبولة جدا في ظل اللي احنا بنشوفه وفي ظل اللي انت تلعب الساعة اثنين الضهر ولكن منتخب المغرب عامل بطولة الحدي دلوقتي بطولة كويسة منتخب بانون بافريقيا منتخب قوي ولكن الرجلاجي ورجالة المغرب ان شاء الله هيبقى قد المهمة وان شاء الله يفوزه وسعاد للضور اللي بعد كده بإذن الله ان شاء الله يكيد وان شاء الله يا اعلامي اخي محمد العجازي اللي بغير نسئولك على كيف نشوفت هي الوفد الاعلامي المغربي ان شاء الله هو وفد كبير جدا يعني من اكبر الوفود الاعلامية اللي موجودة هنا فاتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يكون تخطية مميزة بالنسبة لهم انا ليا اصدقاء في كل انحاء الوطن العربي وليا اصدقاء في المغرب كمان اتمنى يعني البطولة تخرج بإذن الله ان شاء الله شكرا لك محمود العجازي خليك تكمل عمل ديالك لا انا النسلة ما بتشوفني بتقولي مروكو مروكو برافو عشان المغرب فازك فقد دفار صعدت. فدي حاجة الافوريين انا عايز اقول لك ان انتوا بتلعبوش فقد دفار انتوا بتلعبو في المغرب دلوقتي لان كل الشعب الافوري بيشجعكم. فانتوا عملتوا حاجة كنت اتمنى ان منتخب مصر اللي يعمل عشان يشجعونا احنا ولكن انت دلوقتي معكم الشعب الافوري كله بيحبوكو بيشجعكو بسبب ان انتوا كنت بسبب رئيسك تأهلهم ودي حاجة جميلة يعني ان انت تكسب صحاب الارض وتكسب البلد اللي انت بتلعب عليها فدي حاجة جميلة جدا بالنسباب. شكرا لك محمود الحجازي. حبيب الله يخليكم واشكركم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك محمود الحجازي. اذا متابعينا الكرام دايما ملعب مقابلة. ساعة قليلة وغديشكون مقابلة دي المنتخب الوطني المغربي. شبارك الله دي المنتخب الوطني المسر يا عفوا. متخب المسر امام منتخب كونجو. شبارك الله لكم. الى اللقاء. ان شاء الله. ان شاء الله نشوف ملتخب مصر ومتخب. شبارك الله اكسي يا خليفة.